مررت غداة في زقاق بني فرناس فعرض لي مجنون منسطح في طريق الناس فقال الاستجداء داء فهاتي رسم زيارة بلهاء والفورة باريد الثورة ولا يغرنك مني الهدوء والسكينة فإن يدي أحد من السكينة فأخرجت له خائفا كلما في الجيب وقلت هي لك نوال بلا ريب فإلى الله أشكو عجري وبجري وما جرى لي في هذا الغشيان من سوء قدري فأخذها وناولها فقيرا واقفا بالحذاء رث الحيئة مخرق الثوب بلا حذاء ثم أنشد لي صاحب المجنون وقد أثار حوله الظنون يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود فعجبت من غرابة صنعه ودمامة منظره وحلاوة لسانه وجمال مخبره فقلت يا هذا أصابني منك الذهول فقد عجبت لغرابة هيئتك وحسن ما تفعل وتقول فقال قد كنت من أرباب السلطة والمال أزوف من عظماء الرجال فعصفت بي عواصف المحل والإحن وألمت بي المصائب والفتن فدوام الحال من المحال وكل أمر فإلى انتقال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي قلت أراك من أهل البلاط والمنادمة وعاينت ذوي الخصاصة والملازمة وعرفت كيف تدار البلاد ومن يريد لها النماء والإسعاد أو السرقة والفساد وإني سائلك فأجبني ومستنصحك فانصحني قال سل فكلمات المجانين لا تعرف الأغلال والأقوال الصادقة ترد حسن الفعال ولا يهمني إن لم يفهمها الطغام من الرجال علي نحت القوافي من أواخرها وما علي إن لم يفهم البقر قلت أرى الناس تتقاتل على باب الأمير فهل تراه من العز والشرف الكبير قال الوقوف على باب الأمير ذل وباب الوالد عز وباب الغني تلف وباب الفقير شرف وأشرف الأبواب باب الله ومن أكثر قرعه فتح له قلت ما أعظم ما أهلككم وما أكثر ما شتتكم قال لم يهلك الناس مثل ثالوث الطبقية واللوثة العنصرية طبقية أهل المال والغنى القائمة على احتقار أهل الفقر والعنى وطبقية الحسب القائمة على احتقار النسب وطبقية المذهب القائمة على احتقار مختلف المشرب إن يختلف ماء الوصال فماءنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدين قلت فما الذي يقيم الدول ويعزها ويخفضها ويذلها قال قوام الدول بثلاث حاكم عادل وعالم فاضل وتاجر باذل فإذا فسد الحاكم عم الظلم وإذا فسد العالم عم الباطل وإذا فسد التاجر عم الجشع قال المفكر عبد الوهاب المسيري عندما يدرك الناس أن الدولة تدار لحساب نخبة وليس لحساب وطن يصبح كل فرد غير قادر على التضحية من أجل وطنه وإنما البحث عن مصلحته الخاصة فقط قلت بعض الأمراء يرون من المهارة الجمع بين السياسة والتجارة قال صلاح البلدان بتقوى السلطان ولذا قال علي الإمارة والتجارة لا يجتمعان وقال ابن خلدون التجارة من السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى السوق يتجر ويبيع ويشتري فلما سئل عن ذلك قال إنما تعطوني من العطاء لا يكفيني فزادوا له في العطاء فترك البيع والشراء ولما دخل والي اليمن في زمن عمر رضي الله عنهما عروة بن محمد قال لأهل اليمن يا أهل اليمن هذه راحلتي وهذا زادي فإن خرجت في غير ذلك فأنا سارق وفي عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى طلب أمير الخبر الموافقة على وكالة للسيارات فكتب الملك فيصل رحمه الله يخير بين الإمارة والتجارة قلت ما أغرب من رأيت من البطانة ممن ألف الخيانة وترك الأمانة قال رجل إن رأى الفتنة باق صدوق لكنه إن صرح باق أمين لكنه لخيراتنا باق هو ميت والبلد باق أراد عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا فأرسل إليه رجلا ليختبره فقال له ذلك الرجل الرسول ما لي إن جعلت أمير المؤمنين يوليك ولاية قال إن جعلته يوليني ولاية أعطيتك عطاء سنة فلما علم به عمر أعرض عن ذلك قلت أما فيكم أهل فقه وكياسة يسجرون ذو التجارة والسياسة عن كل سوء ودناءة وخياسة قال آه من الاحتدام والاغتياض برينا بوعاض السلاطين وقد كنا نؤمل أنفسنا بسلاطين الوعاض دين أحدهم دين الملوك ويقف أحدهم بين الحاكم كالمملوك قال الكواكبي من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حين أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها قلت لكن ذكر أهل المال بين الناس جميل ولهم العمل الصالح النبيل قال يا سيد هم لصوص في صورة أبرار وسنظل ندعو لهم وإن سرقونا في الجهر والإسرار قال الأديب الساخر جلال عامر معظم الهاربين بفلسنا كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن وأتار إحنا اللي عز منهم بفلسنا قلت فأين ما في المجالس من حمدهم وثناء الشعراء ومدحهم قال قال الرافعي في الأمم المنحطة تجد نفاق الكبار للكبار هو الذي أضاع الكبار والصغر قال الأديب محمد كرد علي في القرن التاسع عشر في فرنسا انتقلت الصحف من كونها خادمة للتجارة إلى كونها تجارة تقوم على مدح الحكومة أو الأحزاب ولو بالكذب هو كالكلب إذا ما أطعمته طاب نفسا وإذا ما جاع هر قلت فهل أذوق شيئا مما عندهم من متاع الدنيا فالفقر مرهق وإن يدهم هي العليا قال فر من الطغاة فرارك من الأسد فالبعد عنهم غنيمة وسعد واحذر الدنيا فإنها حية ولا تحب قلوبا حية قلت لا مريرة إلا بمره والأمر يحتاج إلى صبر مرة بعد مرة قال استغني ولا تسل مالا وإربا واجمع صلاحا وإربا وكن عاقلا وإربا وإلا قطعت إربا إربا فلمحت منه ضجرا وملالة وكأنه سئم من الإطالة فقال رحم الله من قال وترك فضول كل قيل وقال فعاد لنومه على الوسادة والفراش وتركني وأنا في غاية الانتعاش ثم أنشد قائلا وريت أمري بالجنون عن الوراء كيما أكون بواحدي مشهول يا من تعجب في الأنام لمنطقي ماذا أقول ومنطقي مجهول فقلت من أردت وصله وأراد معي النوى فكأني أعطيه تمرا ويعطيني النوى ترجمة نانسي قنقر